السلام عليكم ورحمة الله درس اليوم اللغة الإنجليزية للصف الأول متوسط عدي اليوم أشر التمارين المهمة في نشاط الأكتيفتي بوك يونت 5 أخذت أربع يونتات وأشرتهم وإن شاء الله حكمل يعني بقية اليونتات فنأخذ وصلنا اليونت 5 هذه الصفحة كل شيء يعني ما بيه شيء ننتقل هذه الصفحة هذه الصفحة ستة وخمسين present perfect and past symbol present perfect المضارع التام فشوية رح أراجع لكم شوية المضارع التام إضافة have و has زائد التصريف الثالث للفعل عدي الاي والذي والوي واليو يخذن have زائد التصريف الثالث للفعل وشي وهي وإت يخذن has زائد التصريف الثالث للفعل أكو كلمات شابدة تحفظ وأكو كلمات نضيف لها ed past symbol الماضي البسيط إضافة ed يعني بدون استثناء الأفعال كلها إضافة ed هاي بالأفيرمات بالنغатив إضافة didn't بالكوستين إضافة did فهي حبيت أن أبه عليكم مثلاً عدي هذي صفحة 57 هذي بالماضي البسيط والتصريف الثالث للفعل هذا التمرين مهم هذا C مهم نعني نجي على هذه الصفحة هاي عدي أدوات يعني كيفية استخدام أدوات السؤال فهذا التمرين مهم هم أسوي لكم إن شاء الله فيديو على هذا التمرين هذي كيفية استخدام أدوات والهو والوير والوات هذي هذي مهم هاي ما بيها شي هذي عدي الـ adjectives الظروف أو الصفات هنا الصفات عدي صفات المقارنة وصفات المفاضلة هنا صفات المقارنة والمفاضلة بس هم أنا شارحتها بس أذكركم بيها صفات المقارنة convertive إضافة er والـ superlative إضافة est مثلا عندي هذي الـ big الحرف ينتهي بحرف صحيح كلمة تنتهي بحرف صحيح قبل حرف علة نضاعف الحرف الأخير ونضيف لـ er وهنا نضاعف الحرف الأخير ونضيف لـ est هذي حالة المقارنة وهذه حالة المفاضلة هدي مثلا الكلمة تنتهي بأكثر من مقطعين أو أكثر نضيف لها بالمقارنة more وننزل الكلمة وبالمفاضلة most هذا التمرين عليها كلش مهم هذا مهم يعني أقرأ هذا هذا التمرين زين أيضا هذا التمرين أيضا مهم هذه صبحة 61 هذا مهم هذا ما بيشي هذي عيني هم هاي مهم هم صفات المقارنة والمفاضلة هذي عدي استخرج الغريب هذا مهم ما بيشي خلص ممكن هذا خلص اليونت فايف وبالتوفيق إن شاء الله اشتركوا في القناة